اشتركوا في القناة مين المحرف يعني بدك انت واحد عايش في بيت من الزجاج ترميش حجر حصوي على قصر على قلعة حصينة من الصخر من الحجارة المتينة لقال لا تقع على الحجر فتردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سبب عم يعطيك فرصة الآن أنك ترجع وتقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ اغسلني من خطيئي قل له يا رب أنا آتي إليك في هذه اللحظة أعترف بخطيئي أتوب عنها وأنا بسلمك حياتي وأتوجك رب وملك ومخلص على حياتي خلينا أحكي لك شو بصير معاك إذا صليت من قلبك الرب يسوع بيخفر خطيئك إذا تبتأ من كل قلبك الرب بيعطيك حياة أبدية وبيعطيك خلاص وفعلا بيعطيك ضمان وتأكيد لهذا الخلاص إذ قال كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لك إن تسمع كلامي وتؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الرب حبك لدرجة إنه تكلمنا في هذه الحلقة لا تتمادى ابحث اقرأ فتش بالأول بعدين اتكلم لكن أنا بدعوك اليوم نك تصلي قل له يا رب سامحني وأنا بدعوك لحياتي وعلى فكرة فعلا منحب نساعدك من نحية روحية ونتابع معاك اكتب لنا منحب نسمع منك اتصل فينا الرب يباركك موسيقى 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 موسيقى